السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني الكرام في هذا الفيديو ان شاء الله نتكلم عن الدليل البيداغوجي الذي صار سدارة سنة 2009 هذا الدليل نقسم مجموعة من الأبواب الأبواب الثلاثة الأولى هي المهمة أما الباب الرابع الذي يتعلق بمنهاج الوحدة الدراسية والدقتيكة للمواب في السيك الإبجدائي فوقعت عليه مجموعة من التغيرات يعني عندما نركزوا عليه علاش لأنه وقعت فيه بزاف دل تغيرات من ورا هذا الدليل جاء المنهاج المنقح دل المستويات السيك الإبتدائي يعني تغيرت بزاف دل الأشياء لا الغلاف الزماني لا حتى أسماء بعض المواد تغيرت مثلا في الطربية الإسلامية أصباحات المداخين مدخل الدسكية مدخل الاستجابة يعني مجموعة من الأشياء تغيرت في الديدكتيك دل المواد من سنة 2009 إلى 2019 إذا بغينا غيرنا نطلع على الأبواب الأولى الأبواب الأولى من هذا الكتاب هذا هي الأبواب مهمة جدا أما دل تغيرتك كما قلنا ما نركزوا شيء له الباب الأول وهو الباب الإختيارات وتوجهات النظمة لمنهاج الدراسي المغربي يعني فيه مجموعة من الأشياء اللي جثت في المتاق الوطنية التربية والتكوين والكتاب الأبيض حول غاية وأسس النظام التربوي المدرسة الوطنية التي نريدها المتعلم كيف هو المتعلم القيم التي يجب ترسخها لذا المتعلم أيضا كيتكلم هذا الباب على المنهاج الدراسي أو الأهدف العامة للسلك الإبتدائي أيضا أهدف التعليم الأولي يعني السنتي الأولى من أن نبقى في التعليم الأولي ثم المنهاج الدراسي المغربي الاعتماد عليها في المنهاج المدراسي المغربي. وايضا مجموعة من البيداغوجيات وهي ايضا تم الاعتماد عليها في هالكتاب او في المنهاج الدراسي. ثم هناك ايضا الباب التالي اللي كتعلق بالديداكتيك يعني التعليف دلديداكتيك. انواع دلديداكتيك. كيتكلم عن التقويم كيتكلم عن التخطيط يعني الباب ايضا هو مفيد جدا فيما هو ديداكتيكي. يعني غد نخلو لكم ان شاء الله واحد رابط اللي بغي يقوم بتنزيل تعال الكتاب هدا. غي كما قلنا بانه ما تركزوش على الديداكتيك او الباب الاخير من هذا الباب الرابع من هالكتاب المدراسي لانه وقعت في مجموعة من التغيرات ما تركزوش عليها. تركزو غير على الابواب الاولى الاول والثاني والثالث اللي فيهم اشياء مهمة جدا. وكانت امنى منكم انكم ما تبخلوش عن التعليقات ديلكم. وتبارتجوا الفيديو مع الاصدقاء ديلكم للاستفادة ان شاء الله وشكرا جزيلا.